حيث تمكن المجلس وخلال ذلك من عقد 256 جلسة أصدر من خلالها 1092 قرارا ترجم بها ما قام به أعضاؤه ورجانه المتخصصة من اجتماعات ومداولات سهدت حوارا جادا وشفافية وتمكن المجلس من دراسة ما يصل إلى 220 نظاما وأيضا عدد من اللوائح وتفعيل الدور الرقابي وناقش المجلس ما يصل إلى 425 تقرير تناولت أداء الأجهزة الحكومية بجانب دراسته ما يصل إلى 403 من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التعاون وقد سعد المجلس بتعاون كافة الأجهزة الحكومية مع لجانه المتخصصة في سبيل إنجاز الموضوعات والدراسات حيث حضر اجتماعات اللجان المتخصصة قرابة 2508 مسؤولا